اهلا بكل متابعي قناة اخبار النهاردة المجلس النواب بناء على دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لانعقاد المجلس اليوم السبت 13 تمانية وبعض النواب اكد ان المناقشة ستكون لاجراء تعديلات وزارية واسعة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالي وطالب اكتر من عضو مجلس النواب بتغيير وزاري وضخ دماء جديدة قادرة على تنشيط العمل داخل الحكومة وادارة سياسات اقتصادية تعود بالنفع على المواطنين وصرح المستشار احمد مناء الامين العام لمجلس النواب ان مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارقة اليوم السبت 13 اغسطس 2022 الساعة 12 ظهرا وذلك لنظر امر عاجل طبعا المستشار احمد مناء ما قالش ايه هو الامر العاجل ولكن معظم النواب بيؤكده ان على الارجح سيكون مناشة التعديلات الوزارية ويحتمل ان يلمع اسم حسن عبدالله ايضا ضمن التغييرات الوزارية الجديدة كمان يعني فيه تكاهنات بتقول ان سيتم تعيين الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وزيرا للصحة وفيه مصادر الحياة في مجلس الوزراء قالت ان التغيير او التعديل الوزاري الجديد الذي يشمل عدد من الوزارات يعني منها وزير التنمية المحلية الحياة لانهو اخفق في موضوع انهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وسيتم ايضا تغيير وزير التجارة والصناعة والزراعة خاصة بعد معاناة المزارعين والبيئة والهجرة ويعني الاوقاف والجديد ان هو برضو الخارجية والموارد المائية والري لانهما الحقيقة يعني الخارجية والموارد المائية والري اخفقوا الحياة في ملف سد النهضة ولم يعني يحدث اي تقدم في هذا الملف واحنا يعني على مدار الساعة تابعونا على قناة اخبار النهاردة هنجيب لكم كل التفاصيل كمان يعني من المتوقع انه سيتم تكليف الدكتور ايمن عشور نائب الوزير وزير التعليم العالي لوزارة التعليم